اشتركوا في القناة لتبادل الرأي والافكار وتوطيد العلاقات وبناء الشراكات والصداقات مضيفا ان مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وبدعم ومساندة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تؤمن ايمانا راسخا بان السلام والحوار المشترك هو الطريق الامثل للوصول الى حلول دبلوماسية لضمان الامن والاستقرار العالمية وقال سعادته ان التعايش والحوار المشترك رسالة مملكة البحرين للعالم اجمع وهو المبدأ الذي يؤمن به جلالة الملك المعظم الذي دعا دائما الى وقف الحرب بين روسيا الاتحادية واوكرانيا والى تفعيل الحلول الدبلوماسية وبين سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ان جلسة المباحثات مع وزير الخارجية اليوناني ركزت على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين واضف انه تم التوقيع بين البلدين على اتفاق بشأن الاعفاء من متضلبات التأشيرة لحامل جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي معربا عن تطلع مملكة البحرين للزيارة المرتقبة لمعالي رئيس وزراء جمهورية اليونان الى المملكة اجتمعت مع صديقي واخي معالي الوزير اليوم وجريننا بعض المباحثات الثنائية لتعميق وتكثيف التعاون الثنائي بين البلدين وكذلك راجعنا نتائج اجتماعاتنا الاخيرة في اللجنة المشتركة بين البلدين ونتطلع الى زيارة معالي رئيس الوزراء اليوناني الى مملكة البحرين للتوقيع على ايضا عدد من الاتفاقيات لنعم الجاهدين الجانبين لاعدادها ويتطلع سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الى هذه الزيارة كذلك تم التوقيع على اتفاقية اعفاء التأشيرة للجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة بالاضافة الى توقيع على مذكر التفاهم بين اكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي اليوناني اللي تكثيف وتنسيق التدريب المشترك في هذا المجال المهم الدبلوماسي اللي تكثيف وتنسيق التدريب المشترك في هذا المجال